موسم العودة إلى صرواح يجد الجيش الوطني نفسه مرغما على خوض معركة ربما أجلها كثير فشق طريقه إلى جبال وتلال المديرية بعد أشهر من تأجيل تحريرها سبعة ألوية جرى تجهيزها للاشتراك بعملية التحرير التي بدأت مبكرا وشنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الصرواح غرب محافظة مأرب هجوما واسعا ضد معاقل الميليشيا كما نقل مراسل بلقيس إن معركة عنيفة شهدتها الجبهة استخدم فيها الجيش جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تأخذ أهمية تحرير الصرواح كونها آخر معاقل الجماعة المتمردة في المحافظة وأيضا أكبر المديريات في مأرب التحضير الذي سبق هذه المعركة يكشف إلى أي مدى يعتزم الجيش تطهيرها نهائيا مما تبقى من عناصر الميليشيا لغز الصرواح يبدو بمثابة فتح بوابة جديدة إلى صنعاه عبر اتصالها بمديرية خولان وهذه أيضا ميزة تتمتع بها المديرية الاستراتيجية والتي يقول البعض عنها إنها المديرية العسكرية إذ تحتوي على أكبر ترسانة أسلحة في المحافظة كما تنتسب إليها أكبر قبائل مأرب وهي جهم إذن لا تبدو العودة إلى صرواح بالأمر السهل في ظل تمركز الميليشيا فيها واستخدامها منطقة عمليات عسكرية خلال سنة ونصف من الحرب لكن أهم القرارات بحقها ربما حسمتها السلطات في المحافظة وعزمت على تخليصها نهائيا حتى يجري تأمينها كاملة فلا يمكن أن تبقى محافظة كمأرب محررة بالكامل ومكشوفة الظهر غربا اشتركوا في القناة